السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومنوله وبعده أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد بدءا لبدء نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفق إداعتنا العتيدة من راديو على ديل الرتبة الأولى في نسبة الاستماع ونسبة المتابعة وهذا فضل من الله وإكرامة وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لكل أسان المستمعين والمستمعات في كل مكان فالفضل بعض الله سبحانه وتعالى يعود لإخلاصكم ووفائكم ثم يعود أيضا لإدارة بيد راديو في شخصه السيد المدير العام سيد أبولي أحمد الشرعي على توجهاته النيرة وعلى قلبه الكبير وكل الطاقم الإداري والثقني الذي يشتغل خلفه فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وكما جمعنا الله وإياكم على أثير هذه الإذاعة أسأل الله تعالى أن يجمعنا بيننا وبينكم قريبا في مكة المكرمة وفي البديدة المدورة وفوق جبل عرفة وفي مدد وفي مزدلفة ويوم القيامة يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى بجوان خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين من الأنصار والمهاجرين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسود أولئك رفقة فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ربنا عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم فهذه فيوضات من النعم الإلهية نحمده سبحانه وتعالى عليها ونسأله أن يزيدن من فضله ويحفظها من الزوال إنه سبيع قريب مجيب ونعود إلى موضوعنا السلسلة التي وعدناكم بالحديث عنها وهو أنه بعد فرصة رمضان والصيام والقيام تأتي الفرحة ربنا عز وجل وعد العاملين بالأجر الكبير في الدنيا وفي الآخرة فالحمد لله عباد الله المؤمنين أمضوا رمضان بكل ارتياح أمضوه في العبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والبدل والإحسان لتحصين التقوى ثم ها هي ست أيام من شوال تقريبا انقضت معظم المؤمنين والمؤمنات صاموا هذه الست من شوال المباركة قبل الله وبعدها تبدأ الأفرح موسم الأفرح موسم الأعراص موسم الخطوبة موسم اللقاءات كله يبدأ في هذه الأيام من شوال والسنة النبوية الشريفة أن كل عقد قراد وكل عملية خطوبة وكل عملية زواج وكل عرس أو فرح في الغالب يتم في شوال لأنه شهر البركة كل من تزوج أو عقد قراده أو خطب في شوال يكون مباركا بإذن الله ولهذا كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تسأل يا عائشة ما سر سعادتك الزوجية ما سر تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بك ما سر اعتزازه بك أكثر من غيره فقالت لأنه خطبني في شوال وعقد بفي شوال وبنى بفي شوال تحددنا في الحلقات السابقة عن أول خطوة للزواج وهي الخطوبة فالخطوبة كما سبق الذكر هي ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج حلقة اليوم نخصصها لكيفية تعامل الخطيب مع خطيبته هذه المرحلة هي قبل الزواج مهمة للغاية لأن فيها يتم التوافق ويتم التفاهم ويتم الرضا وبالتالي نلتقل إلى المرحلة الثانية وهي عقد القراد والزفاف الميمون وتكوين أسرة تكون إن شاء الله لمدة حسنة في بناء المجتمع فكيف يمكن أن يتعامل الخطيب مع خطيبته وكيف يدبرون هذه المرحلة ولماذا هذا السؤال لأنه أحيانا قد تقع أخطاء في هذه المرحلة بين الخطيب وخطيبته ومن تم تفسخ الخطوبة ونسمع بأن فلان تخلى عن هذا المشروع وفلان أيضا زهدت فيه ونأسف لذلك والسبب هو أخطاء منهجية تكون من الطرفين نحب أن ندمها إليها كيف ممكن للخطيب أن يعامل خطيبته وكيف للخطيبة أن تعامل خطيبها طبعا هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتوطيد العلاقة بين الطرفين في فترة الخطوبة أول شيء هو لابد أن ندرك بأن المرأة تعرف طبيعة الرجال والرجل يعرف طبيعة النساء نحن جميعا أبناء آدم وحواء لكن نحن مختلفون في النفسية الرجال عادة عندهم صفة تسمى الآن كل رجل عنده الآن بداخله وأحيانا قد يتضخم عنده الآن فيقول أنا الرجل وأنا صاحب الكلمة المسموعة وأنا الذي سوف أنفق والقيادة ستكون لي فهذه الطبيعة لا نستطيع أن نزيلها من الرجل لأنها نصيق به حتى ولو بدأ أنه إنسان معاصر في بعض النساء ربما يقع على انخداع ترى رجل يتشدق بكلمات عن المساواة وعن تحرير المرأة وأنه ليس عنده عقدة ولكن الرجل في طبعه وفي أصل خلقته يعجبه جدا أن المرأة التي اختارها زوجة له وأما لأولاده أن تكون محافظة في طبيعته هو قبل زواجه لما كان شابا يبدو كثير الضحك وكثير الغزل مع الفتيات وربما يأخذ الحياة ببساطة شديدة ولكن حينما حينما يريد الزواج فإن شخصية غريبة تكون بداخله تبرز شخصية أبيه وجده يعني إنسان فيه كرامة وفيه عزة ويخاف على عرضه هذه الخاصية هي خاصية في جميع الرجال الرجال كلهم متساونة في ذلك لا فرق بينه في المتدين وغير المتدين لا نقول فقط المتدين صاحب اللحية والقميس عنده هذه الصفات حتى الذي بدون اللحية حتى الذي يلبس لباسا عصريا نفسه نفس المتدين بل وحتى الصالح والفاصق قد يكون إنسان صالح وقد يكون إنسان فاصق ربما كان يشرب الخمر ويتعطى المحرمات ولا يأمه بذلك كل الرجال سواء وربما كان فسق الرجل وتجاربه الماضية داعية إلى الكثير من المزيد التقى من الخطيبة الرجل كان عنده الماضي وكان عنده علاقات غرامية مع النساء هذا كيعد عنده الشك الزائد لأنه فقط الثقة يقول لك يا ما فعلت كذا وكذا الأمور سهلة وربما المتدين والمحافظ غد يكون أكتر ناس تسامحا وأكتر ناس نية لأنه لا يعتقد بالخديعة ولا يعتقد بالخيانة لأنه لم يجربها ولم يقع فيها فهو عنده مبدئيا حسن النية لكن الرجل اللي عنده ماضي واللي عنده صوابق تجده دائما كثير الشك يشك في الزوجة لأنه عارفش يوقع في المجتمع فهذه طبيعة في الرجال فعلى كل مرأة أن تنظر إلى هذه الطبيعة وتحاول أن ترعيها بالمقابل المرأة الخطيبة في الغالب كالقاوة صفة عنده النساء هي صفة العداد كتكون فيها صفة حسنة جميلة جدا عندها صفات الترحاب الإكرام كثير من الصفات الجميلة لكن وحد صفة بالداخل كتبحل الشوكة وسط الوردة وحد الوردة جميلة فيها الشوكة هذه كتسمى خلق العداد عند المرأة وطبعا الشخص العديد ليس سيئا لكنه يخشى أن يكون مخطئا فيحاول أن يتمسك بموقفه دوما لإثبات أنه محق وفي الغالب الإنسان العديد يغلق أبواب الحوار مع الطرف الآخر حينما تأتي الفترة للخطوبة هنا كيكون طرق التعامل بين الطرفين لابد أن يكون الأمر مبني على الصدق أولا الصدق لأن التمثيل هنا والتصدع قد لا يدوم كثيرا الإنسان يبقى على سجيته لهذا ينصح أن الخطيب والخطيبة كل منهما يحافظ على تصرفاتهم الطبيعية منذ أول لقاء خلك على طبيعتك بدون تزهيف ولا كذب لأن هناك شيء ما يدوش فالطبيعة التلقائية والصدق هذا فيه نعمة كبيرة حتى ولو كان هناك واحد العيب غني يظهر وتم سرعان يلتمس له العذر الزواج بين الخطيب والخطيبة هو لا يكون فقط بين الشاب والشابة هو اندماج لعائلتين يوقع واحد اندماج بين أسرتين ففي العالم الغربي غالبا العلاقات للمحبة تكون بين ذكر وأنت يعني هما أحرار حتى في الوطن العربي خصوصا عندنا عادات وتقاليد وفي العالم الإسلامي عندنا وحد القيم نحترمها فهذا الزواج واندماج بين أسرتين مختلفتين ولهذا ينبغي أن الإنسان كما يعطي الاعتبار للزوجة يعطيه الاعتبار للعائلة ديالها أمها وأبها وإخوتها وهي أيضا لا بد أن تحترم أباه وأمه وإخوته وتكون علاقة دائما مبنية على المودة والابتسام الدائم أحيانا تبدأ بعض الأشياء عند التعرف عند الشخصية الخطيم والخطيبة باللي كيوقع واحد دوع من العزلة بينهما كيبعدوا عن العائلة وكي ينفاردوا فيما بينهم لكي يتعرف إليها لأن كي يخطب بحل الرمضة المغمضة هذا هو وزهره قد ينجح إليك النية كي ينجح شاب له واحد كي نسوله هل وقع عليك نقاش وحوار مع خطيمتك قبل الزواج يقول لك والله بعرفتها بات لي هكذا ابتسامة وتزوجنا يعني بحل الرمضة المغمضة إليك النية ربك يبارك فيها وكي تكون الحمد لله الأمور طيبة أكثر مما كنت تضد ويخضره كل عكس كي اللي ربما فوجئ فيما بعد بأشياء أخرى كي اللي ربما صدم بصوت المرأة وبطريقة كلامها كي اللي صدم بمنطق تفكيرها وأيضا المرأة قد تصدم في الرجل تصدم فيه ربما أنه له طباع وله سلوكيات إما فيه المخل وإما فيه الشك الزائد وإما وإما فلا بد أن تكون هناك من الأفضل أن تكون هناك واحد الجلسات ذي التعارف هالتعارف يكون فيه نقاشات وحوارات هادفة فينصح أن الإسان أنه يدرّم نفسه على ترك حياة الاستقلال لما كنت الشاب عازم حل الطير الحر أنت حر مع رأسك فيما عجبك كتبات فيما ولا كتمشي لكن الآن لم تعد حراً قد بدأ تنتقل من عالم الحرية إلى عالم القفص الذهبي ينبغي أن تترك حياة الاستقلال وحينما تدخل إلى هذا العالم للشريك قد تشعر بعض مرات بوحد نعم من الضيق بسبب الاختلاف اختلافات تشمال الكثير من الأشياء ربنا خلقنا وبدأ خلقتنا على اختلاف الطبائع واختلاف الهوايات واختلاف السلوكات بل واختلافات منطق التفكير عليك أن تكون متقبل لمبدأ الاختلاف لأن لما يتقبلش الاختلاف غضي تعم وسوف يتعب من حوله يا ما كاسمعنا قصص خطوبة باءت بالفشل والناس صاروا في حالة من الدعر وفي حالة من السوء والسبب ببساطة هو أنهم لم يدربوا أنفسهم على تقبل الاختلاف مع الآخر لا بد أن تعرف أنك أنت أنت والآخر هو الآخر الأنا والآخر وكل منا له طبيعة تفكير وطبيعة سلوك وله اهتمامات وله منطق خاص به فعلينا أن نتقبل الآخر ثم علينا أن نجد الطرق والوسائل الجيدة التي تساعدنا على التوافق فيما بيننا قل مكيفش نتوافق ونتقارب في منطق التفكير وفي التدبير شؤون الحياة أحيانا الرجل هو الذي ينبغي أن يكون السباق يتقرب من المرأة دائما المرأة هي كائد لطيف ولكن الرجل باعتبار خلقته قوي هو الشديد هو الذي ينبغي أن تكون منه المبادرة فيتقرب إلى خطيمته بطرق لطيفة ورقيقة ويزيح حاجز الخجل في الغالب هناك الخجل يكون بينهما فيمنعهما من وضوح الرؤية ولا بد من استعمال الأسليم المهذبة التي تجعل المرأة تحترمك لأن الشاب الخطيب لا استعمل شي طرق غير مهذبة الزوجة تقول هذا عنده صوابق وهذا عنده كذا وكذا وهي ستكون زوجتك في المستقبل فلا بد أن تنظر إليها باحترام وتعاملها بأسلوب مهذب إذا لقد لله وقع دوع من الخلاف فلا بد أن نتعلم فد إدارة الخلاف والنزاعات ونحتفل دوما على الاحترام المتبادل إذا وقع خلاف الرؤية يبقى الاحترام المتبادل وعلى الخطيم أن يشعر خطيمته بالأمان لأن المرأة أول مرة كتشوف الرجل طبعا كتشوف في ذلك الصورة الجسدية يعني شكله شعره بشرته ولكن هذا كان واحد نسبة النسبة المهمة التي تعتمد عليها المرأة كتسوى نفسها واشهد الرجل غير تشعر معه بالأمان أم لا هذا سيكون زوجي المستقبلي وسيكون أبو أولادي واشهد يقدر يوفر لي الأمان والاستقرار أم لا أما الجمال فهو يبقى دائما نسبة ثم لا بد أن العلاقة بين هذه الخاطب المخطوبة في المرحلة الأولية تكون فيها الصراحة والوضوح وتحديد المسؤوليات كي يرين بعض العائلات اللي هم المحافظين يقول لك خليها على الله كي يتزوجو بدون أن يفتحوا حوارات ولا نقاشات ولا أي شيء كان عرفوا العشرات من العائلات قالوا بسم الله تزوجو غمضوا عينوه بشاو وبدك النياء القواه القواه مولادا وربي مارك لهم وكان زواج طيب وكان حياة مستقرة ولكن مشكل بسيط سرعان ما يتم تجاوزه لكن هناك أوسات أخرى اجتماعية معاصرة من أبناء الوقت يقول لك لا نبدا أننا نخذ كافي في واحدة منطقة خاصة ونتحاور فيما بيننا وكتلقاهم يتكلمون بصراحة خصوصا تحديد المسؤوليات والمسؤوليات كتشمل مثلا هذي المرأة وش هي غتشتغل في البيت ولا غتشتغل في الوظيفة ولكن عنده واحد المدخول وش غتساهم في ضفقة على ضفقة البيت إلا كان البيت كراءا أو ربما عنده أقصط وكذلك تربية الأبناء شو غيتحمل المسؤولية دياله كذلك هل سوف يتشاركان في الأمور المالية كإيجار المنزيل والحاجات الأساسية بحل التدقل الصفار المصاريف الأخرى الكهرباء الماء مواد الغدائية تربية الأطفال تم درس ديالهم وش غد يكون 50-50 وش الراجل غد تحمل المسؤولية ولا المرأة اللي غد تكون كذلك معاً العائلات اللي هما معاصرة متحضرة كتأمن بالجانب الحقوقي وكتلقى في الغالب هداك توقع مشاكل كالك يقول لك شوف خلي على الله خلي شهدك السفيدة غتبحر وربي غد غد تقضها وغتوصل المرأة للأبد الناس أشكال وألود ثم لا بد في المعاملة إلا كانت استضم الرجول بأن المرأة دياله ربما فيها واحد صفة كتكون عندها واحد دوع من العينان غير يتفاجأ لأن المعظم العلاقات الزوجية أو الخطوبة الفاشلة السبب دياله حينما يشهر الرجل السيف ديال ديال الأدى عنده الأدى عنده عنده الشعور بالعظمة هو الرجل والمرأة كت بالمقابل كت تشهر السيف ديال العينان هداك يعود وحدنا من الحرب الخفية حرب باردة بالعلاقات النفسية لا بد أن يكون لكي نتجاوز هذه المرحلة يكون واحد نوع من الاستباع والتفهم المتبادل من الطرفين لا بد من تعزيز التواصل وحل الخلافات بوض ودائما شيء من التنازلات تنازل جميل يكون بعد الأحيان فيها رحمة لكن لكن لكت المرأة أو الخطيبة الشد عيندا فالشاب عليه أن لا يستسلم مباشرة لقراراتها في مختلف المواقف والمواضيع المطروحة لأن هذا سيجعلها تقبل دائما تنازل فإن لكت عيندها الشديد لا بد يكون أيضا عنده واحد الموقف اللي لا يقبل دائما كل شيء وإلا غنيبقى عمره كله كيقبل كل شيء ولو كان خاطئا وهذا يقلل من محاولة الإقناع لا بد من تجنب الانفعال والغضب إلا كان مرة مرة يا ما أنا حضرت بنفسي حضرت بعض الأزواج الجدد من التي يتكلموا بعضياتهم كتلقاهم يعني مستوى رفيع كتلقى عنده مهندس الشاب احتي عنده واحد شهد عليا ربما الماستر فيه شيء ولكن حينما نصل إلى العلاقات الإنسانية كانسا المستوى الثقافي وكنسا الشواهد العلمية العليا المحصل عليها وإنما تمرز طبيعة حواء وآدم فقد يقع الانفعال وقد يقع الغضب وقد يقع الجدال الشديد هنا لابد من محاولة ضبط النفس والتحلي بالهدوء وأن نلتزم بالحوار وطبعا الحوار ليس هكذا على هواهنه يستحسن دوما اختيار المكان والزمان المناسبين مكان فيه هدوء وبالبات يكون حوار هادئ ولا بد للخاطب أن يراعي الحالة المزاجية للمرأة لعل الخاطب ذي اللحظة تكون عندها ربما عادة شهرية رأيها تكون غير في وضعية غير مرتاحة كتكون قلقة ناجرة حتى حجمك تعجبها في ذلك اللحظة حاول تجاوز هذه المرحلة يعني كيكون الرجل عنده واحد الفنية في التعامل مع المرأة هذا كتدخل لعائلة العائلة لم يدى أن تكون حاضرة فأول شيء العائلة كتحاول أنها تجمع بالخاطب والخاطبة وكتحاول أنها توفر لهم الظروف العامة باشي يتزوجوا بسرعة لأن الخلوة الكاملة والمساحة الطويلة للخطبة ستجمد غير المشاكل كل ما ستطاع أهل الخاطبة والمخطبة يقدمون لهم المساعدة والإصراع بعقل الزواج ويدلل لهم الطريق من العقبات لأن الإنسان مع العائلات يرهقون الخاطب بالمطالب خاصلا مدة كذا وكذا 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 وكيبقى لا يفكار وكذا ويجمع المال هذا الأمور ربما كلما طالت المدة للخطوبة كيدخل إبليس كيدخل العيد كيدخل الحسان كيدخل مشاكل نفسية وقد تؤدي إلى فشل خطوبة فعلى العائلة للخاطب والمخطوبة أن يعينوا هذين الشامين المبتدئين بالوسائل الممكنة لتهيئة بيت الزوجية وتهيئة الظروف العامة ولا للخطوبة طويلة الأمن لأن فيها مخاطر شديدة وربنا يقلب القلوب ويقلب الأبصار شاملوا واحد كتخاطب وطالت المدة تلك شهور مع شهور سنة ما الذي يقع ذلك المدة تتقلب القلوب وتتقلب الأبصار وقد يقع الفسخ والعياد بالله أحيانا بعض الفتيات كتلقى بعض الصفات في الرجل يقول لها احداري منه أو هو يقول لها احداري منها وهو أول شيء هو عدم الحماسة عدم الحماسة لهذا العقد القران لأن المفروض أن الإنسان حينما يخطب يكون متحمس للزوج إلا شاف ذنب مبارد وما كيش الحماسة إما المرأة لا تتحمس لهذا الزوج أو للزوج لا يتحمس لهذا المرأة فكيقول هذي 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 ربما نقطة ينبغي التوقف عندها الجانب المادي مهم كثير في مستقبل الحياة الزوجية كلي كيخطط كثير للجانب المادي شحال كيربح شحال غادي شيط له شحال غادي يبقى له وكيشوف الغالاء دي الأسعار واش غا تكون حياة اللي هي مستقرة السكن واش غادي يكون في واحد منطقة اللي هي محترمة أو عشوائية أو شعبية الجانب المادي مهم كما أن المرأة تنظر إلى الرجل إلى جيبه شحال كيربح ركير مع الشباب خصوصا في الفترة المعاصرة حتى همون له عندهم نفس نفس التفكير من منطق المساواة ومقاربة النوع تاوك يقول هي هذي الفتاة شحال عندني المال أو أبوها أو عائلتها فالجانب المادي لا ينبغي أن يكون مفرطا ولكن هو مهم لأن بالمال ممكن أننا نوفر حياة مستقرة لكن لا ينبغي أن يضغى أكثر من اللازم لأنه سوف يهدم هذه العلاقة وتضيع العواطف وتبقى باردة مبنية فقط على الحسابات المادية الصراحة مهمة الصراحة بين الرجل والمرأة في أول الطريق مهمة الغير الصريح عليك أن تحذر منه لأنه قد يكون متقلبا في آرائه ومتقلبا في مواقفه ولا تأمن له الصراحة مهمة ثم لابد أن يكون هناك التوافق الفكري والثقافي نحرص على أن نوفق فيما بيننا لكن لكان هناك الجانب الديني يجبع كل شيء الجانب الديني يغطي على الجميع يغطي على كافة العيوب الجانب الديني هو الأساس هو القوي هو اللي يخلي الرجل يقبل المرأة على عيوبها والمرأة تقبل الرجل على عيوبه إلى كان عنده الجانب الديني كان في الصدق للتديون وكان عنده الإقبال للعبادة والتوافق الفكري والثقافي يكون مطلوب لكن إلى كان الجانب الديني يخطيع له فلا بد أننا نحرص عليه ونخشى المقاردة بين الأطراف إلى كان الرجل يبدو يقارن بين الخطيبة ديالو وبين نساء أخريات أو المرأة تقارن بين خطيبها ورجال آخرين ودى وقعنا في المحضور ينبغي ترك المقاردة يعني هذا الشخص اللي يجاكره هو هو القدر ديالك ولا بد أن ترضى به ولا تعقد مقاردة يقع الفسخ والرجوع الخطوبة إلى كان أحد طرفين يبالغ في المقاردة فلا دا حسن منك في شكلها وفي أسلوبها هي تقول لي فلا دا حسن منك في بدخله البادي وصيارته شو لبغفا لكي استعمالك في ديرين شوف لبونتخ دي الساعة اللي عنده في دوكي ديران آخر موديل شوف كيفش يتكلم باللباقاء والليتيكات هذه المقاردات تؤدي أحيانا إلى انطباعات سيئة تؤدي إلى فسخ هذه الخطوبة ثم كذلك لابد أن نحضر من الشخصية الضعيفة خصوصا عند الرجل إليك الخطيب شخصيته ضعيفة ويعتمد اعتماد كليا على غيره إما على والدته أو إخوانه أو أخواته وأصدقائه في كافة أمور حياته لابد أن تكون عنده شخصية نسبيا قادرة على تحمل المسؤولية الشخصية المتدبذبة ضعيفة يخشى أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية ثم لنحضر من الغير الزائدة الغير الزائدة هي خطيرة تسمى الغير القاتلة تدمر الحياة الزوجية كلي مشكاك دائما المرأي الله بد معها كي بدي يسول ما عمد تكلمتيش كلي جوابك في التليفون أجي نعرف يا ما حضرته لعلاقات هكذا غريبة الخطيب أعطال الزوجة دياله الخطيبة دياله السيارة قال لي غتمشي لدار كذا العائلة باش تاخد من عنده واحد الأمانة وشاف الكونتغ الكونتغ ديال السيارة شحال ومن اللي مشات ورجعت قال لي في المشيتي قتلي مشيت للهداء وقديت عد الغرض ورجعت كي يقول الكونتغ ديال السيارة من اللي انطلق كان لعداد فيه رقم كذا وكذا وانتي دربتي كتر من 25 كم ولكن السخرة اللي عطيتك في غرست الكيلومترات أين ذهبتي أين روحتي وكي بدي يسول الكونتغ الهاتفية ربما يبشي يسول حتى الادارة ديالهاتف شكول تكلم شكول هاده هاده غير قاتلة هاده لا يمكن ان يتحمل هالإنسان طبعا الغيرة الطبيعية هي جميلة كتكون لطيفة وتضشط العاطفة ولكن الغيرة الزائدة تكون قاتلة لما تكمل معاه هاده غادي غادي عدبك في الحياة ثم الأشر ما كيد في العلاقات هو الكذب الكذب كتكون العلاقة مبنية على الكذب والخداع كي إنسان كي جاء الفتاة كيخطبها لابس أحسن لباس أحسن سيارة أحسن شقة وكل شي غير بكري كاري السيارة وكاري البدلة وحتى النار تيغ مسلفها وتضض الفتاة بأنه يمتلك كل هذا وكي بقيت تحدث عن نفسه عن عائلته بأنه أصحاب أموال وأصحاب مقامات وكل ذلك كذب ومن المات يقول الفتاة بعد الزواج هذا هو قدري وده وإني لا أكذب ولكني أتجمل هذا كي أدى إلى خراب العلاقة العاطفية وحذاري وحذاري من الإنسان المتسلط أخيم وأسوأ الصفة في الخاطب أو الخطوبة أو الخطيبة أن يكون أحد الأطراف متسلط صاحب الشخصية المتسلطة يتسلط عليك في التفكير وفي الآراء والخصوصية هذا بحل استعبار احذر هذا إلى القيتي في هذه الصفة غير استعيد بالله وتراجع لهذا كتكون الاستخارة مهمة في العلاقة الأولى بين الخاطب والمخطوبة والاستخارة مع الله سبحانه وتعالى كي يبين لك الحقيقة للشيء هل علي أن أستمر أم أتراجع إلى قدر الله تعالى ووقع التوافق بين الزوج والزوجة الخاطبين الله يكمل يوم الرجاء وكيدوز المرحلة الثانية لهو الزفاف واللي هو عقد القراد واللي هو البناء واللي هو الحياة الزوجية إلى قدر الله تعالى ووقع عدم التوافق هناك نوصله إلى مرحلة كنتسمى الرجوع عن الخطبة لأن الغاية من الخطبة هي الوصول للتوافق لتكوين أسرة ناجحة بين الرجل والمرأة لكن قد يقع التراجع عن الارتباط بالآخر لأسباب كثيرة يسموها العلماء في الفقه الإسلامي من العدول عن الخطبة يعني الرجوع رجوعات الأحد الخطبين أو كلاهما عن قراره هذاك يقول العلماء واش نرجعوه لما نرجعوش الفقهاء منذ زمان تكلموا بتفصيل عن هذا الموضوع نختصره بأن واحد الفئة من الفقهاء قالوا بكراهة التراجع كراها ما نرجعوش وتكون المسألة نصبروه ونكملو وكيد طرف تانيقا لك لا لا بد لموقعش توفق يقع التراجع وكيبقى المشكلة للهدايا والأموال التي هدت قيمة واش نردوها ولا ما نردوهاش قالوا إذا كان إذا كان التراجع من قبل الخاطب يعني ليس هدك استرداد أي شي ولكن لك المطرف المخطوبة نعم نستردو الهدايا ونستردو الذهب وغيرها من الأمور هذا الأمور إن شاء الله ربما نتحدث عنها في برامج أخرى اللي هي فقهية بحضة نتكلم فيها على الأحكام الفقهية في الفقه الإسلامي كما وضع العلماء وهي سلاسل من ذهب تفيد أبناءنا ومداتنا لكن إذا تم التوافق الكامل بين الزوج والزوجة هذا هو المبتغى أنهم يمشون إن شاء الله تعالى إلى الطريق المفروش بالورود والأزهار ويركم في السفيدة للأمان ويتم غاد في تكلؤهم عناية الرحمن في أمن وآمان حتى يصل إلى بر الأمان وكيكون الزفاف وكيكون العرس وكيكون الفرحة والسرور وهذا هو الأمني يدينا اللي قد تكلم عنها في الحلقات المقبلة كيف يمكن أن نصل إلى بر الأمان كيف يمكن أن نصل إلى التوافق ونصل إلى إلى المحبة وإلى المودة وتكل الفرحة عظيمة وكنوصي كنوصي أي واحد لقى مشكلة الحلول كثيرة لكن إذا غابت عنه الحلول أو لم يعرفها فعليه أن يتمسك بالصلاة على النبي غير تشوف فاصل بعدك وحلتي ما عندك حتى شي طريق من طرق ما تفكرش كثير وما تفكرش تستاشر كثير خليك مع ربك وصلي على نبيه وصفيه وإمام المرسلين ربنا عز وجل وعد بأن من صلى على النبي يهيئ له الأمور ويفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه من حيث لا يحتسم فالله بصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل ببركتها الفرحة والسرور والمهجة والحبور على كل خطيب وخطيبة وعلى كل عريس وعروسة وأدي من الله الأفراح على الجميع قولوا معنا جميعا آمين 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 ببركة الصلاة على سيدنا محمد ابن عبد الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة